ردود أفعال عربية ودولية جاءت منددة لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الطفة الغربية والقدس والتي تعد ضربة جديدة لعملية السلام وتراجعا عن الرأي القانوني الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية خلال عام 1978 على الفور جاء الرد المصري حازما كعادته حيث سرعان ما أصدرت الخارجية المصرية بيانا يدين تلك التصريحات ويؤكد الالتزام بكرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي فيما يتعلق بوضعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ردود الفعل الفلسطينية تبنىها القيادي الفلسطيني النائب في المجلس التشرعي محمد دحلان الذي أكد أن تصريح بومبيو يعد انقلابا جذريا على المبدأ القانوني بعدم جواز الاستحواز على أراضي الغير بالقوة وصف بأنها تحول خطير عن المواقف الأمريكية التقليدية من الطبيعة القانونية للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الغزو الإسرائيلي عام 1967 إدانة الجامعة العربية كانت عاجلة هي الأخرى حيث حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت من أن هذا التغيير المؤسف في الموقف الأمريكي من شأنه أن يدفع جحافل المستوطنين الإسرائيليين إلى ممارسة المزيد من العنف والوحشية ضد الفلسطينيين مضيفا أنه يقود أي خطوة لتحقيق السلام العادل القائم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وطأة القرار الأمريكي أدركته موسكو والتي أكدت في بيان للخارجات الروسية أن تغيير السياسة الأمريكية سيزيد من التوتر في المنطقة وعلى شاكلة البيان الروسي جاء موقف الاتحاد الأوروبي الذي أكد عدم قانونية الاستطان الإسرائيلي في الضفة الغربية وتتوالى التنديدات بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي لما بها من تقويد لقابلية حل الدولتين واحتمالات السلام الدائم ترجمة نانسي قنقر